السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده مهم جدا يا شباب هعرفك شوية تفاصيل وهعرفك شوية معلومات مهمة جدا بخصوص مؤسسة علوم الرياضة والفيديو ده اعتبروه كده رد على الأسئلة اللي بتيجي بخصوص الشهادات والاعتماد والاعتماد الدولي والصفر بر مصر والكلام ده كله اعتبر الفيديو ده رد للكلام ده والفيديو ده مهم جدا ليك وحيفيدك جدا لما تيجي تاخد دورات تدريبية وتعرف الفرق والكلام ده كله اول حاجة يا شباب مؤسسة علوم الرياضة هي مؤسسة زيها زي اي اكاديمية او جامعية او مؤسسة مختصة ومرخصة في الدورات التدريبية في المجال الرياضي تمام كده تمام طيب لما تيجي انت تسألني معتمدة ولا لأ طبعا هي معتمدة ليه معتمدة لان انت دلوقتي مرخص ومسجل ان انت شغلك في الدورات التدريبية في المجال الرياضي فانت لما تيجي تسأل انت معتمد ولا لأ الاوراق المعتمدة من الجهات الحكومية اللي بتقولي الكلام ده. تمام? طيب السؤال يبقى ازاي? السؤال يبقى على درجة الاعتماد بتاعك. تمام? ده لو انت بتتكلم على شهادة. لكن احنا هنتكلم على نقطة تانية دلوقت ان انا هقولك ان المفروض ان انت تبقى مهتم بالمادة العلمية اكتر من الشهادة لان المادة العلمية هي اللي هتشغلك. اللي انت تعلمت والخبرات اللي انت تعلمتها هي دي اللي هتشغلك. والشهادة يعني اخر حاجة تفكر فيها. تمام تمام. طيب ايه اقوى الاماكن زي ما قلت لك اللجنة الاولمبية النقابة كلية التربية رياضية الوزارة للتحال. اي حاجة غير كده فهي عبارة عن اكاديميات. اكاديمية بتجيب لك مثلا اعتماد بوردة امريكي اكاديمية بتجيب لك اعتماد مش عارف هيئة ايه. طيب الكلام ده صعب ولا سهل? الكلام ده سهل على اي مؤسسة لان انت بتقدم طلب بترفق معي الاوراق بتاعتك. تقدم طلبك بيبقى في رسوم بتدفعها. تمام وبتاخد الاعتماد بتاعك. فطبعا عشان كده الاكاديميات دي بتغلي السعر. تمام تمام. طيب. تاني نقطة بقى ودي الحاجة اللي مختلفة عندنا وعن اي اكاديمية تانية ان احنا اصلا مؤسسة تعليمية غيرها اكفل الربح. والناس اللي امتبعانا احنا دوراتنا كلها بتكون مجانية. تمام فاحنا الدورات بنزلها مجانية. بيكون في رسوم ادارية بسيطة. الرسوم الادارية دي يعني مثلا العرض اللي فات ده عرض عشر دورات بعشر شهادات. تمام بيكون برسوم ادارية كان مية وخمسين جنيه. مية وخمسين جنيه شاملين كمان توصيلك لو انت بتحضر انلاين فانت كده مخترب فهنوصلك الشهادات لحد عندك. فانت دافع على رسوم ادارية مية وخمسين جنيه. في عشر شهادات والتوصيل. يعني اللي هو انت اصلا بتتحمل تكلفة طباعة الشهادات وتوصيلها. تمام فالدورات مجانية. طيب انا دلوقتي علشين انا بعمل دورة مجانية بهدف ان انا بقدم مادة علمية بهدف ان حضرتك تستفاد وتتعلم وتقتسب خبرات. فانت دلوقتي محتاجي اعتماد دولي. الاعتماد الدولي موجود. ممكن اجيب لك اعتماد برد امريكا. ممكن اعمل لك تسجيل في الاتحاد الاوروبي. بس الكلام ده كله برسوم. تمام فحضرتك عندك استعداد ان انت تتحمل الرسوم دي انت تتحمل الرسوم وانا اخطب لك الجهات دي واطلع لك منها الشهادات ما فيش مشاكل. انا ما عنديش مشكلة. او خليك بس ريح نفسك بقى وما تتعبناش معك وروح اكاديمية تكون اصلا حتى الاوبشن ده اللي هو عاملة مثلا من الدورة ب الفين جنيه وتقولك انا اسجلك في الاتحاد الاوروبي تبع الدورة. روح خد الدورة من هناك على طول. تمام? فده بخصوص الاعتمادات الدولية واعتمادات الشهادات والكلام ده. طيب تاني نقطة وهي الصفر بره والشهادات والكلام ده. اول حاجة يا شباب انت لما تيجي تعمل سبيب بتاعك يعني مش الشهادة اللي انت وخدها من الاكاديمية او حتى من لجنة الاولمبية اللي هي اقوى مكان في مصر. مش الشهادة دي اللي هتشغلك بره او هتشغلك في مصر او بكلام ده. في حاجات اساسية لازم انت الاول تعملها. انت مثلا خدت دورة من اي مكان. عرفت فيها الاساسيات بتاعت المجال ده. طب بعد ما عرفت الاساسيات محتاج تنزل بتتضرب تاخد خبرات عملية. والخبرات دي بتاخد وقت يعني يبقى عندك خبرة ثلاث خمس عشر سنين. تبقى عندك خبرات. تمام? اه تعمل مثلا ماجستير في العلوم الصحة او ديبلومة في الاصابات الرياضية. مثلا تعمل عضوية في النقابة وتعمل اختبار مزاولة مهنة وتاخد تصريح لمزاولة مهنة اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل. تمام? دي كلها حاجات اساسية المفروض انت يعني تكون عاملها قبل ما اتفكر في الشهادة. لكن اللي انا بشوفه ده يعني التفكير غلط خالص. ان انا بلاقي مثلا حد طالب في سنة اول او سنة تانية جاي اخد دورة. تمام? يعني الدورة مجانية. ماشي? دورة مجانية. وفي اغلب الاحيان بيكون واخد الشهادة مجانة حتى كمان مش دافع رسوم ادارية. ويبلاقيه بيسألني انا الاشهادة دي هتصفرني برا مصر. يعني الموضوع يا جماعة مش كده. الموضوع ان انت دلوقتي خبرتك ايه? اه مؤهلاتك العلمية ايه? معاك ماجستير معاك دكتوراه معاك بكاناليوس بس. اه معاك تصريح مزاولة مهنة. اه خبرتك اشتغلت كم سنة? وبعد كده بقى افكر بقى في شهادة الدورة والكلام ده كله. يعني انا عايز اقول لك حاجة. تمام? ان انت اصلا لو معاك ماجستير في الاسابات الرياضية والتأهيل? او معاك ماجستير معاليش في علوم الصحة? يعني مش محتاج ان انت تاخد الدورات دي كلها اصلا. ليه? انت لمدة سنتين كاملين بتبحث. تمام? وبتعمل دراساتك وبتزبط دنياتك فانت بتعرف يعني مش عايز اقول لك الدورة اللي انت بتاخدها في اسبوع ديت. انت بتاخد الماجستير في سنتين او تلت سنين. تمام? بتاخد خبرات عملية بتنزل تشتغل عملي بالتلت والاربعة والخمس سنين. فالدورة اللي هي من اسبوع ديت هي بقى اللي هتديك المادة العلمية وهي اللي هتشغلك برة مصر والكلام ده. فانت التفكير ده غلط يا جماعة. التفكير ده يتشغل من النماغ الخالص. انت رايح تاخد دورة روح خدها عشان تستفيد وتتعلق. طيب انت دلوقتي بتاخد دورة مجانية فانت ما تبقاش رخم بقى وتسأل اعتماد دولي وسافر برة والكلام ده. لكن لو انت بتدفع مبلغ لا اسأل طرم انت بتدفع مبلغ. يعني انت مسلا هتدفع مبلغ الفين جنيه في اكاديمية. فانت لما تسأل هتعرف درجات الاعتماد. فهتقول لها بدل ما ادفع الفين في اكاديمية. انا روح هدفع الف وستمائة جنيه في اللجنة الاولمبية. واللجنة الاولمبية دي مكان مؤتمد محليا ومؤتمد دوليا ومؤتمد في امتين وعشرة دولة. وكمان هتستفد مادة علمية قوية. تمام تمام. فهو السؤال يبقى كده. وده من حسن الاعتمادات الدولية والكلام ده كله. بس كده الموضوع سهل وبسيط خالص يا شباب. انت عايز تاخد دورة مثلا من يعني اي مؤسسة او اي جمعية او اي حاجة. خد تمام. وتعلم واستفاد وطور من نفسك. حتى لو هتعرف معلومة واحدة جديدة بس. مفيش مشاكل خالص. بس ما تحطش في دماغك ان خلاص الشهادة ديت هي دي محور الكون. هي الشهادة دي ايه بقى هي دي اللي هتشغلني وهي دي اللي هتصفرني وهي دي اللي هتعمل وتساوي والكلام ده. تمام كده? تمام. اهم حاجة في المجال ده زي ما قلتلك الخبرات اللي انت تعلمت له ان تسعين في المية من الشغل في التخصص للاصابات الرياضية والتأهيل معتمد على كفاقتك انت وخبرتك انت لانك هتشتغل شغل شغل خاص بك انت. يعني انت برضو لما تروح تشتغل في نادي او تروح تشتغل في مستشفى او تروح تشتغل في اي مكان المرتبات مرتبات الف ومتين والفين يعني يوم ما بص تروح لأعلى ليفل موجودة عندنا خمس تلاف جنيه. ده اعلى ليفل موجود مش هتاخد اكتر من خمس تلاف جنيه. تمام? والخمس تلاف ده اللي هو موجود في الاندية بقى الكبيرة ويعني الرنج بقى اللي هو على طول هتلاقيه وهيواجهك كتير من الف جنيه لالفين ونص. ده اللي هتسمعها كتير اوي. تمام? فانت دلوقتي يعني معلش برضو لما المرتب يبقى الف جنيه. يعني ده مين البجح اللي هيسألك يقولك وريني السي بي بتاعك. يعني مين البجح اللي هيقولك وريني السي بي بتاعك. يعني فالشغلة هيكون معتمد على شغلك الخاص بك انت سواء بقى مركزك او الحالات اللي معك انت. فانت هتشتغل معها. فهل دلوقتي الشهادة اللي هتشغلك مع الحالات دي او هتشغلك في مركزك ولا الخبرات واللي انت تعلمته هو ده اللي هيشغلك? فالموضوع بسيط خالص. تمام? اتمنى يكون الفيديو ده انتوا استفدتوا منه ويعرفتوا الفرق بين الاعتمادات والكلام ده كل. تمام? لو حابت سأل في اي حاجة سببها في الكومنتيات على الفيديو ده او تواصل معنا على الواتساب الخاص بمؤسسة علوم الرياض.